السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الأفاضل حياكم الله أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا الفيديو الجديد من سلسلة رجال حول الرسول اليوم سنتكلم عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قبل أن نبدأ الفيديو أرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لدعمنا وشكرا لكم على المتابعة نبدأ الدرس تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال لقد بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم فما نكتت وما بدلت إلى يوم هذا وما بايعت صاحب فتنة ولا أيقت مؤمنا من مرقده وفي هذه الكلمات تلخيص وثيق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانين والذي بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول وهو في الثالثة عشرة من عمره حين صاحب أباه إلى غزوة بدر راجي أن يكون له بين المجاهدين مكانا لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه من ذلك اليوم بل وقبل ذلك اليوم حين صاحب أباه في هجرته إلى المدينة بدأت سلة الغلام ذي الرجولة المبكرة بالرسول عليه السلام وبالإسلام ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلقى فيه ربه بالغا من العمر خمسة وتمانين عاما سنجد فيه حيثما نلقاه المثابر الأواب الذي لا ينحرف عن نهجه قيد شعرة ولا يند عن بيعة بايعها ولا يخص بعهد أعطاه وإن المزايا التي تأخذ الأبصار إلى عبد الله بن عمر لكثيرة فعلمه وتواضعه واستقامة ضميره ونهجه وجوده وورعه ومتابرته على العبادة وصدق استمساكه بالقدوة كل هذه الفضائل والخصال ساغى ابن عمر منها وبها شخصيته الفدة وحياته الطاهرة الصادقة لقد تعلم من أبيه عمر بن الخطاب خيرا كثيرا وتعلم مع أبيه من الرسول الله الخير كله والعدمة كلها لقد أحسن كأبيه الإيمان بالله وبرسوله ومن ثم كانت متابعته خطى الرسول أمرا يبهر الألباب فهو ينظر ماذا كان الرسول يفعل في كل أمر فيحاكيه في دقة وإخبات هنا مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيصلي ابن عمر في ذات المكان وهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو قائما فيدعو ابن عمر قائما وهنا كان الرسول يدعو جالسا فيدعو عبد الله جالسا وهنا وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقاته وصل ركعتين فيصنع ابن عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمكان بل إنه لا يذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرها ويصلي ركعتين وقد تكون الناقة قد فعلت ذلك تلقائيا لتهيئ نفسها لمناخها لكن عبدالله بن عمر لا يكاد يبلغ هذا المكان يوما حتى يدور بناقته ثم ينيخها ثم يصلي ركعتين لله تماما كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله ولقد أتار فرط اتباعه هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت ما كان أحد يتبع آتار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوتيق حتى لقد جاء على المسلمين زمان كان صالحهم يدعو ويقول اللهم ما أبقي عبدالله بن عمر ما أبقيتني كي أقتدي به فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره وبقوة هذا التحر الشديد الوتيق لخطى رسول الله وسنته كان ابن عمر يتهيب الحديث عن رسول الله ولا يروي عنه عليه السلام حديثا إلا إذا كان ذاكرا كل حروفه حرفا حرفا وقد قال معاصره لم يكن من أصحاب رسول الله أحد أشد حذرا من أن لا يزيد في حديث الرسول أو ينقص منه من عبدالله بن عمر وكذلك كان شديد الحذر والتحوط في الفتية جاءه يوما سائل يستفتيه فلما ألقى على ابن عمر سؤاله أجابه قائلا لا علم لي بما تسأل عنه وذهب الرجل إلى سبيله ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كفيه جدلانا فرحا ويقول لنفسه سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم كان يخاف أن يشتهد في فتيةه فيأخطئ في اجتهاده وعلى الرغم من أنه يحيى وفق تعاليم دين عظيم يجعل للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين فإن ورعه كان يسلبه الجسارة على الفتية وكذلك أكان ينآبه عن مناصب القدات لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدول والمجتمع وكانت تضمن لشاغليها تراء وجاها ومجدا ولكن ما حجته ابن عمر الورع للتراء وللجاه وللمجد دعاه يوما الخليفة عثمان رضي الله عنهما وطلب إليه أن يشغل منصب القضاء فاعتذر وألح عليه عثمان فتابر على اعتداره وسأله عثمان أتعصيني فأجاب ابن عمر كلا ولكن بلغني أن القضاء تلاتا قاد يقضي بجهل فهو في النار وقاد يقضي بهوى فهو في النار وقاد يشتهد ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجر وإني لا سائلك بالله أن تعفيني وأعفاه عثمان بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر بهذا أحدا ذلك أن عثمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناس وإنه لا يخشى إذا عرف الأتقياء الصالحون عزوفه عن القضاء أن يتابعوه وينهج نهجه وعندئذ لا يجد الخليفة تقيا يعمل قاضيا قد يبدو هذا الموقف لعبد الله بن عمر سمة من سمات السلبية بيد أنه ليس كذلك فعبد الله بن عمر لم يمتني عن القضاء وليس هناك ما يصلح له سواه بل هناك كثيرون من أصحاب الرسول الورعين الصالحين وكان بعضهم يشتغل بالقضاء والفتية بالفعل ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيلا لوظيفة القضاء ولا إلقاء بها أيدي الذين لا يصلحون لها ومن ثم فقد أتار البقاء مع نفسه ينميها ويزكيها بالمزيد من الطاعة والمزيد من العبادة كما أنه في ذلك الحين من حياة الإسلام كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين وفاضت الأموال وكثرت المناصب والإمارات وشرع إغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنة مما جعل بعض أصحاب الرسول ومنهم ابن عمر يرفعون راية المقاومة لهذا الإغراء باتخاذهم من أنفسهم قدوة ومثلا في الزهد والورع في العزوف عن المناصب الكبيرة وقهر فتنتها وإغرائها لقد كان ابن عمر أخ الليلي يقومه مصليا وصديق الصحر يقطعه مستغفرا وباكيا ولقد رأى في شبابه رؤيا فسرها الرسول تفسيرا جعل قيام الليل منتهى آمال عبد الله ومناط غبطته وحبوره ولنسغ إليه يحدثنا بنفسه عن نبأ رؤياه رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق وكأنني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه وأراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لا ترع فخليا عني فقصت حفصة أختي على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فيكتر وما ذلك اليوم إلا أن لقي ربه لم يدع قيام الليل في حله ولا في ترحاله فكان يصلي ويتل القرآن ويدكر ربه كثيرا وكان كأبيه تهطل دموعه حين يسمع آية الندير في القرآن يقول عبيد بن عمير قرأت يوما على عبد الله بن عمر هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فجعل ابن عمر يبكي حتى نديت لحيته من دموعي وجلس يوما بين إخوانه فقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظنون أولئك أنهم مبعوتون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم مضى يردد الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين ودموعه تسيل كالمطر حتى وقع من كثرة وجده وبكائه ولقد كان جوده وزهده وورعه تعمل معا في فن عظيم لتشكيل أروع فضائل هذا الإنسان العظيم فهو يعطي الكثير لأنه جواد ويعطي الحلال الطيب لأنه ورع ولا يبالي أن يتركه الجود فقيرا لأنه زاهد وكان ابن عمر رضي الله عنه من دوي الدخول الرغيدة الحسنة إذ كان تاجرا أمينا ناجحا شطر حياته وكان راتبه من بيت المال وفيرا ولكنه لم يتدخر هذا العطاء لنفسه قطا إنما كان يرسله غدقا على الفقراء المساكين والسائلين يحدثنا أيوب بن وائل الراصبي عن واحدة من مكارمته فيخبرنا أن ابن عمر جاءه يوما أربعة آلاف درهم وقطيفة وفي اليوم الثاني رآه أيوب بن وائل في السوق يشتري لراحلته على فن نسيئة أي دينا فذهب ابن وائل إلى أهل بيته وسألهم أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن يعني ابن عمر بالأمس أربعة آلاف وقطيفة قالوا بلى قال فإني رأيته اليوم بالسوق يشتري علفا لراحلته ولا يجد معه تمنه قالوا إنه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعا ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره وخرج ثم عاد وليست معه فسألناه عنها فقال إنه وهبها لفقير فخرج ابن وائل يضرب كفا بكف حتى أتى السوق فتوقل مكانا عاليا وصاح في الناس يا معشر التجار ما تصنعون بالدنيا وهذا ابن عمر تأتيه آلاف الدراهم فيوزعها ثم يصبح فيستدين علفا لراحلته ألا إن من كان محمد أستاده وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عظيم إن جود عبد الله بن عمر وزهده وورعه هذه الخصال الثلاث كانت تحكي لدى عبد الله صدق القدوة وصدق البنوة فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله حتى إنه ليقف بناقته حيث رأى رسول صلى الله عليه وسلم يقف بناقته ويقول لعل خفا يقع على خف والذي يذهب في بر أبيه وتوقيره والإعجاب به إلى المدى الذي كانت شخصية عمر تفرده على الأعداء فضلا عن الأقرباء فضلا عن الأبناء أقول ما كان ينبغي لمن ينتمي لهذا الرسول ولهذا الوالد أن يصبح للمال عبدا ولقد كانت الأموال تأتيه وافرة كثيرة ولكنها تمر به مرورا وتعبر داره عبورا ولم يكن جوده سبيلا إلى الزهو وإلى حسن الأحدوتة ومن ثم فقد كان يخص به المحتاجين والفقراء وقل ما كان يأكل طعاما وحده فلا بد أن يكون معه أيتام أو فقراء وطالما كان يعاتب بعض أبنائه حين يلمون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراء ويقولوا لهم تدعون الشباع وتدعون الجياع وعرف الفقراء عطفه وداقوا حلاوة بره وحنانه فكانوا يجلسون في طريقه كي يصحبهم إلى داره حين يراهم وكانوا يحفون بما كانت تحف أفواج النحل بالأظاهر ترتشف منها الرحيق لقد كان المال بين يديه خادما لا سيداً وكان وسيلة لضروريات العيش لا للترف ولم يكن ماله وحده بل كان للفقراء فيه حق معلوم بل حق متكافئ لا يتميز فيه بنصيب ولقد أعانه على هذا الجود الواسع زهده فما كان ابن عمر يتهالك عن الدنيا ولا يسعى إليها بل ولا يجر منها إلا ما يستر الجسد من لبس ويقيم الأود من طعام أهداه أحد أخوانه القادمين من خرسان حلة ناعمة أنيقة وقال له لقد جئتك بهذا التوب من خرسان وإنه لتقر عيناي إذ أراك تنزع عنك تيابك الخشنة هذه وترتدي هذا التوبة الجميل قال له ابن عمر أرينيه إذن ثم لمسه وقال أحرير هذا قال صاحبه لا إنه قطن وتملاه عبد الله قليلا ثم دفعه بيمينه وهو يقول لا إني أخاف على نفسي أخاف أن يجعلني مختالا فخورا والله ليحب كل مختال فخور وأهداه يوما صديقا وعاء مملوءا وسأله ابن عمر ما هذا قال هذا دواء عظيم جئتك به من العراق قال ابن عمر وماذا يطيب هذا الدواء قال يهدم الطعام فابتسمى ابن عمر وقال لصاحبه يهدم الطعام إني لم أشبع من طعام قط منذ أربعين عاما إن هذا الذي لم يشبع من طعام منذ أربعين عاما لم يكن يترك الشبع خاصة بل زهدا وورعا ومحاولة للتأسي برسوله وأبيه كان يخاف أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وكان يدرك أنه في الدنيا ضيف وعابر سبيل ولقد تحدت عن نفسه فقال ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ميمون بن مهران دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من فراش ولحاف وبساط ومن كل شيء فيه فما وجدته يساوي مئة درهم ولم يكن ذلك عن فقر فقد كان ابن عمر تريا ولا كان ذلك عن بخل فقد كان جوادا سخيا وإنما كان عن زهد في الدنيا وازدراء للترفي والتزام لمنهجه في الصدق والورعي ولقد عمر ابن عمر طويلا وعاش في العصر الأموي الذي فاضت فيه الأموال وانتشرت فيه الضياع وغطى البدخ أكثر الدور بل قل أكثر القصور ومع هذا بقي ذلك الطوض الجليل شامخا تابتا لا يبرح نهجه ولا يتخلى عن ورعه وزهده فإذا ذكر بحدود الدنيا ومتاعها التي يهرب منها قال لقد اجتمعت وأصحابي على أمر وإني أخاف إذ خالفتهم ألا ألحق بهم ثم يعلم الآخرين أنه لم يترك دنياهم عجزا فيرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم إنك تعلم أنه لو لم خافتك لزاحمنا قومنا قرشا في هذه الدنيا أجل لو لم خافت ربه لزاحم في هذه الدنيا ولكان من الضافرين بل إنه لم يكن بحاجة إلا أن يزاحم فقد كانت الدنيا تسعى إليه وتطارده بطيباتها ومغرياتها وهل كان كمنصب الخلافة إغراء لقد عرض على ابن عمر مرات وهو يعرض عنه وهدد بالقتل إن لم يقبل فازداد له رفضا وعنه أعراضا يقول الحسن رضي الله عنه لما قتل عثمان بن عفان قالوا لعبد الله بن عمر إنك سيد الناس وابني سيد الناس فاخرج نبايع لك الناس قال إني والله لئن استطعت ليهراقوا بسببي محجمة من دم قالوا لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك فأعاد عليهم قوله الأول فأطعموه وخوفوه فما استقبلوا منه شيئا وفيما بعد وبينما كان الزمان يمر والفتن تكتر كان ابن عمر دوما هو الأمل فيلح الناس عليه كي يقبل منصب الخلافة ويجيء له بالبيعة ولكنه كان دائما يأبى ولقد يشكل هذا الرفض مأخذا يوجه إلى ابن عمر بيد أنه كان له منطقه وحجته فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه ساءت الأمور وتفاقمت على نحو ينظر بالسوء وبالخطر وابن عمر وإن يكو زاهدا في جاه الخلافة فإنه يتقبل مسؤولياتها ويحمل أخطارها ولكن شرطة أن يختاره جميع المسلمين طائعين مختارين أما أن يحمل واحدا لا غير عليه بيعته بالسيف فهذا ما يفرده يفرد الخلافة معه وآنئذ لم يكن ذلك ممكنا فعلى الرغم من فضله والإجماع المسلمين على حبه وتوقيره فإن اتساع الأمصار وتنائيها والخلافات التي احتدمت بين المسلمين وجعلتهم شيئا تتنابد بالحروب وتتنادى للسيف لم يجعل الجو مهيئا لهذا الإجماع الذي يشترطه عبد الله بن عمر لقيه رجل يوما فقال له ما أحد شرا لأمة محمد منك قال ابن عمر ولم فوالله ما سفكت دماؤهم ولا فرقت جماعاتهم ولا شققت عصاهم قال الرجل إنك لو شئت ما اختلف فيك اتنان قال ابن عمر ما أحب أنها أتتني ورجل يقول لا وآخر يقول نعم وحتى بعد أن صارت الأحداث شوطا طويلا واستقر الأمر لمعاوية ثم لابنه يزيد من بعده ثم ترك معاوية الثاني ابنه يزيد الخلافة زاهدا فيها بعد أيام من توليها حتى في ذلك اليوم وابن عمر شيخ مسن كبير كان لا يزال أمل الناس وأمل الخلافة فقد ذهب إليه مروان وقال له هلما يدك نبيع لك فإنك سيد العرب وابن سيدها قال له ابن عمر كيف نصنع بأهل المشرق قال مروان نضربهم حتى يبيعوا قال ابن عمر والله ما أحب أن تكون لي سبعين عاما ويقتلوا بسبب رجل واحد فانصرف عنه مروان وهو ينشد إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلب يعني بأبي ليلى معاوية بن زيد هذا الرفض لاستعمال القوة الصيف هو الذي جعل ابن عمر يتخذ من الفتنة المسلحة بين أنصار علي وأنصار معاوية موافقة موقف العزلة والحياد جاعلا شعاره ونهجه على هذه الكلمات من قال حي على الصلاة أحببته ومن قال حي على الفلاح أجبته ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت له لا ولكنه في عزلته تلك وفي حياده لا يمالئ باطلا فلطالما جابه معاوية وهو في أوج سلطانه بتحديات أوجعته وأربكته حتى توعده بالقتل وهو القائل لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت ودات يوم وقف الحجاج خطيبا فقال إن ابن الزبير حرف كتاب الله فصاح ابن عمر في وجهه كذبت 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 وسقط في يد الحجاج وسعقته المفاجأ وهو الذي يرهبه كل شيء فماذا يتواعد ابن عمر بشر الجساء ولوح ابن عمر بدراعه في وجه الحجاج وأجابه الناس منبرهرون إن تفعل ما تتوعده بي فلا عجب فإنك سفيه المسلط ولكنه رغم قوته وجرأته ظل إلى آخر أيامه حريصا على أن لا يكون له في الفتنة المسلحة دور ونصيب رافدا أن ينحاز فيه لأي فريق يقول أبو العالي البراء كنت أمشي يوما خلف ابن عمر وهو لا يشعر بي فسمعته يقول لنفسه واضعين سيوفهم على أواتقهم يقتلوا بعضهم بعضا يقولون يا عبد الله بن عمر أعطي يدك وكان يتفجر أسا وألما حين يرى دماء المسلمين تسيل بأيديهم وكان كما قرأنا لهم في مفتتح حديثنا هذا عنه لا يوقذ مؤمنا من مرقده ولو استطاع أن يمنع القتال ويصون الدم لفعل ولكن الأحداث كانت أقوى منه فاعتزلها ولقد كان قلبه مع علي رضي الله عنه بل وكان معه يقينه فيما يبدو حتى لقد روي عنه أنه قال في أخريات أيامه ما أجد نئاس على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية على أنه حين رفض أن يقاتل مع الإمام علي الذي كان الحق له وكان الحق معه فإنه لم يفعل ذلك هربا ولا التماسا للنجاة بل رفضا للخلاف كله والفتنة كلها وتجنبا لقتال لا يدور بين مشرك ومسلم بل بين مسلمين يأكلون بعضهم بعضا ولقد أوضح ذلك تماما حين سأله نافع فقال يا أبا عبد الرحمن أنت ابن عمر وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت وأنت فما يمنعك من هذا الأمر يعني نصرة علي فأجابه قائلا يمنعني أن الله تعالى حرم علي دم المسلم لقد قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ولقد فعلنا وقاتلنا المشركين حتى كان الدين لله أما اليوم ففيهم نقاتل لقد قاتلت والأوتان تملأ الحرم من الركن إلى الباب حتى نضاه الله من أرض العرب أفأقاتل اليوم من يقول لا إله إن الله هكذا كان منطقه وكانت حجته وكان اقتناعه فهو إذن لم يتجنب للقتال ولم يشرك فيه ولم يشرك فيه لا هروبا أو سلبية بل رفدا لإقرار حرب أهلية بين الأمة المؤمنة واستنكافا عن أن يشهر المسلم في وجه مسلمين سيفا ولقد عاش عبدالله بن عمر طويلا وعاصر الأيام التي فتحت فيها أبواب الدنيا على المسلمين وفاضت الأموال وكتورة المناصب واستشرت المطامح والرغبات لكن قدرته النفسية الهائلة غيرت كيمياء الزمن فجعلت عصر الطموح والمال والفتن جعلت هذا العصر بالنسبة إليه أيام زهد وورع وسلام عاشها المتابر الأواب بكل يقينه ونسكه وترفعه ولم يغلب قط على طبيعته الفاضلة التي ساغها وسقلها الإسلام في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة لقد تغيرت طبيعة الحياة مع بدء العصر الأموي ولم يكن تمتا مفر من ذلك التغيير وأصبح العصر يومئذ عصر توسع في كل شيء توسع لم تستجب إليه مطامح الدولة فحسب بل ومطامح الجماعات والأفراد أيضا ووسط لجج الإغراء وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع وبمغانمه ومباهجه كان ابن عمر يعيش مع فضائله في شغل عن ذلك كله لمواصلة تقدمه الروحي العظيم ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل بل لقد كان يطيب لهم حين يبهرهم ألقوا فضائله أن يقارنوا بينه وبين والده العظيم عمر فيقولون كان عمر في زمانه له فيه نضراء وكان ابن عمر في زمانه ليس له فيه نضير وهي مبالغة يغفرها استحقاق ابن عمر لها أما عمر فلا يقارن بمثله أحد وهيهات أن يكون له في كل عصور الزمان نضير وفي العام الثالث والسبعين للهجرة مالت الشمس للمغيب ورفعت إحدى سفن الأبدية مراسيها مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعلى حاملة جتمان آخر ممثل لأيام الوحي في مكة وفي المدينة عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى هنا تنتهي القصة أتمنى أن تنال إعجابكم إخواني أخواتي الأفاضل لا تنسوا الضغط على زر اللايك وكتابة لأن تعليق رأيكم عن القصة والحك والصرد وشكرا لكم وإلى قصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة